الرئيس سيسي وجه بمواصلة إجراءات تحسين المؤشرات الاقتصادية وتنصيق جهود احتواء تدعيات كورونا استمرار الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض رغم دخول حضر التقوال في واشنطن حيز التنفيذ وإيطاليا تبدأ اليوم في إعادة فتح المطارات ووسائل النقل بين الأقاليم بعد غلقها لأشهر بسبب كورونا الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش مجزء اخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم مشاهدين وفي البداية نلقى من حضراتكم أغضى كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لنحمي أهلنا ونحمي بلدنا وقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر وقه الرئيس السيسي بالتنصيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستقد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن محافظة البنك المركزي استعرض مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية وفي الولايات المتحدة الأمريكية دخل حضر التقوال في العاصمة واشنطن حيز التنفيذ بينما تواصلت المظاهرات أمام البيت الأبيض هذا واستمرت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد في العديد من الولايات ومنها نيويورك ومينيسوتا بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة بمحيط المتظاهرين لمنع أعمال العدف هذا وقلت المراكز الأمريكية لمكفحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت إجمالية مليون وثمانمائة واثنين ألف وسبعمائة وأربعين حالة إصابة بفيروس كورونا المستقد وفي بيان لها أشرت المراكز الأمريكية إلى تسجيل أربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعين إصابة جديدة فيما زاد عدد حالات الوفاة بواقع سبعمائة وأحدى وستين حالة ليصبح مائة وخمسة آلاف ومائة وسبعم وخمسين حالة وإلى البرازيل حيث قالت وزارة الصحة هناك أن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا آخر للوفيات الناجمة مع الإصابة بكورونا خلال الأربعين وعشرين ساعة الماضية وأفادت الوزارة بأنها سجلت ألفا ومائتين واثنتين وستين وفاة جديدة بالفيروس ليتخطى الإجمالي حاجزا الواحدة وثلاثين ألف كما أضافتنا عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر من خمسمائة وخمسة وخمسين ألفا بعد تسجيل نحو تسعة وعشرين ألف إصابة جديدة أما في إيطاليا والتي تبدأ اليوم في إعادة فتح المطارات بحسب ما أعلنت سابقا وزيرة النقل والبنية التحتية في الحكومة الإيطالية باولا ديميكيلي وقالت الوزيرة خلال إحاطة برلمانية إن هناك خدمات أخرى للنقل العام ستكون متاحة ابتداء من اليوم حيث سيسمح بالتنقل بين الأقاليم الإيطالية بالكامل وكذلك إلى خارج البلاد وذلك بعد توقف هذه الخدمة منذ أشهر في إطار إجراءة مواجهة فيروس كورونا يعقد الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم اجتماعا مع سفراء دول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنصق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يانكوبيتش وذلك لبحث تمديد عمل قوات حفظ السلام الدولية اليونفل كما ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيانها أن الاجتماع الذي سيعقد بحضور رئيس الحكومة حسن دياب ووزير الخارجية نصيف حتي سيقوم خلاله عون بإختار السفراء الحاضرين بموقف لبنان من مسألة التمديد لليونفل وذلك مع اقتراب بحث هذا الملف خلال اجتماعا يعقده مجلس الأمن كما كانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خلال جلستها التي عقدت أواخر شهر مايو الماضي عملية التمديد لقوات اليونفل لمدة عام تنتهي في أغسطس من العام القادم نهاية الموجز مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري أكسرانيوز دوت تي في شكرا لكم لحسن المتابعة وفي أمان الله